تحيي يجدر أثناء دخول حقل للممارسة السؤال حول المفهوم ليصح تحرك في ذلك الحقل وليصح تسير الانتقال من عنصر إلى عنصر داخل ذلك الحقل وموطوع هذه المداخلة حقل الحكامة الأمنية ولقد وجدتني مضراً لإلقائها نزولاً عند رغبتي بعض الأصدقاء فما معنى الحكامة للغوفيرنانس؟ الحكامة من فعل حاكمة فاعلة مضموم لأين؟ حاكمة الشخص أي صار حكيماً تصدر أقواله وأحكامه عن رأي سديد يقول ابن ملك فعلة فعلة لفعلاك سهل الأمر وزيد جزلاً 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 عظماً عظامة مالحة ملاحة طرف ضرافة إلى غير ذلك من الصياخ المصدرية وتفيد الحكامة التدبير العقلاني للموارد البشرية والمادية للجهاز لإدار المؤسسة لكل مؤسسة اجتماعية وتفيد أيضاً تدبير السلطة والطنطين بشكل يحترم خيارات المواطنين عبر إعمال حقوق الإنسان وصيانة الحرية الفرضية والجماعية وتوسيع المشاركة والحكامة من فهم سطع جموه في أواخر ثمانيات من القرن الماضي سطع في حقل التنمية ثم انتقل إلى الاقتصاد وإلى السياسة وإلى الأمن ولا تأخذ الحكامة ولا تأخذ الحكامة معناها وصدقها إلا في نطاق الديمقراطية وحقوق الإنسان ولأن بيئة الحكامة هي نفسها بأس ديمقراطية وحقوق الإنسان فمعايير الحكامة الفعالية والمساواة والمشاركة والشفافية وحكم القانون والمحاسبة والاستجابة ما معنى الأمن وما الهدف منه هدف الأمن ضمان الحقوق الفرضية والجماعية وحماية هذه الحقوق والحريات أي حماية مصالح الأفراد إلا أن الأمن تجوز ذلك المفهوم التقليدي مع التطور الذي عرفه المجتمع أصبحنا تحدث الآن عن الأمن الشامل أو الأمن المجتمعي أصبحنا نارا مصالح الأوقاف تتم بالأمن وتراقب المساجد وتؤهل إما تراقب المساجد أن لا تصبح بؤرتان لنشر أفكار التضرف وأفكار العنف والتعليم يغشاه نطاق الأمن وأصبحنا مع استفحال كوفيد نتحدث عن الأمن الصحي ويقضي الأمن وتوفير ضروريات للمواطن وتوفير فرص شغل والعدالة المجالية والمساواة والعدالة الضريبية إلى غير ذلك من المفاهم ما معنى الحكامة الأمنية؟ والحكامة الأمنية عن القدر على التوفيق بين السلطات الأمنية وحقوق الإنسان والحق في الاحتجاج مثلا وفي التظاهر والحق في التفكير والتعبير والتفكير حينما يجري التوفيق بين هذه الحقوق والسلطة الأمنية فذاك عين الحكامة ويرادوا بالحكامة الأمنية رفع ذلك التنافر بين حقوق الإنسان وبين الأمن وذلك بترشيد القرار الأمني ولترشيد القرار الأمني لابد من تهل عملين به لابد من تكونهم ولابد من احترام حقوق الإنسان ولابد من اعمال ديمقراطية وحقوق الإنسان لماذا الحكامة الأمنية؟ لأنها أحد مبادئ باريس الحكامة الأمنية بما هي مرشد للدول نحو الديمقراطية ولأن هيئة الإنصاف المصالحة أوصت باعتماد هذه المعايير حينما نتحدث عن دولة الحقوق القانون فإننا ندخل حق الحكامة الأمنية في كل تجليته ومظاهره ما هي مرتكزات الحكامة الأمنية؟ ترتكز الحكامة الأمنية على توافر مؤسسات تعنى بالحكامة الأمنية على أليات تعنى بالحكامة الأمنية وعلى وعلى الرقابة وعلى تقييم الأداء الأمني لهذه المؤسسات ولابد أن تكون السلطة مقيدة بنص قانوني لا بد من المرجع القانوني يقيد أصحاب القرار ويجب أن يكون التعامل بين المواطن ورجل الأمن مؤسسا على المعاهدات الدولية وترمون حكامة الأمنية إصلاح الأمن وضرع الشاطات في طبيق السلطة الأمنية وإعمال القانون وإن إصلاح الأمن يساهم بلا شك في تحقيق تنمية ويقضي إصلاح الأمن صياغة سياسة وطنية للأمن وهناك نماذج من دول شهدت الانتقال الديمقراطي وخاصة جنوب إفريقيا ويجز الاستشهاد بالنموذج تركي وبغواتمالا ذلك أن إصلاح الأمن كان ضروريا لانتقال الديمقراطي في غواتمالا وجرى اعتماد اتفاقية تعزيز السلطة المدنية ودور القوات المسلحة في مجتمع ديمقراطي وفي جنوب إفريقيا جرت حسين العلاقة بين الشرطة وإغلابية السود وتأسيس القوة الوطنية للدفاع وازدريب عناصر الجيش والمجتمع المدني ليتملكوا من المهارات يتمكنوا ليتملكوا المهارات الأساسية في مجال الأمن وليتملكوا تلك المهارات ويتمكنوا منها وهي مهارات تحتاجها الجمهورية الجديدة الجمهورية الديمقراطية لجنوب إفريقيا واعتمدت جنوب إفريقيا سياسة أمنية جديدة ترم التشاور مع السكان وانشئت هناك شرطة وطنية منتظمة على الصعيد الإقليمي والوطني وبجنوب إفريقيا محاكم مستقلة واقتساهم المجتمع المدني في الانتقال الديمقراطي في جنوب إفريقيا وهناك يسمح لموظف السجن بالانتماء النقبي وفي جنوب إفريقيا شعبات الإصلاح وفي جنوب إفريقيا انقطعوا الوزراء المدني اللي مراقبة كل مؤسسة تلعب دورا أمنيا نحو العدالة والشرطة والدفاع والإصلاحيات وفي تركيا ما كان رئيس الأركان لشاف ديتا ماجورد حتى سلطة وزارة الدفاع وفي تركيا ساد الفصل بين الأمن الداخلي والخارجي ويعنينا أن إصلاح الأمن بداية حسنا لمرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ولبناء الثقة بين الأمن والمواطنين لا بد من وساطة المجتمع المدني هذه خلاصة واجبت تركيز عليها ولبناء الحكمة الأمنية لا بد من سياسة الأمنية تنطلق من التنصيص الدستوري إلى سن القوانين وأجراءه ونخلط المغرب منذ التسعينيات من القرن الماضي في مسلسل إعمال ديمقراطية وحقوق الإنسان ولتعزيز القانون أطلق مسلسل أطلق مسلسل العدلة الانتقالية التي تعد هيئة الإنصاف المصالحة أحد الأوجو المجسدة لها وتقطي العدلة الانتقالية إعمال الحكامة الأمنية ولقد نشأت التوصية توصية حول إعمال حكامة الأمنية بعد أن نظمت هيئة الإنصاف المصالحة جلست لاستماع إلى طحية خرقات الأمن وتبين لها لقوات الأمن نصيبا أوفر لذلك صدرت توصيات تدرأ تكرار ما حصل وتوصيات تروم إصلاح عام لقطاع الأمن كيف يجري ذلك يجري بتفعيل أثار قاعدة الحكومة مسؤولة بشكل تضامني عن العمليات الأمنية ومسؤولية الحكومة في حفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وخلصات هيئة الإنصاف المصالحة إلا أن نتعزيز الحكامة إلا أن نتعزيز حكامة في قطاع الأمن قد بات قد أصبح ضرورياً وهناك مبادرات أخرى لتيسير السبيل ولجل الحكامة الأمنية نحو إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي خصت محور الحكامة الأمنية ضمن الحكامة الجيدة مثل المادة 44 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ترم استحضار لبعد الأمن في وضع خطة تهيئة الحضارية وتصميم تجمعات السكنية الجديدة والمادة 40 ترم مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فضل التجمعات العمومية والتجمهرات والتدورات السلمية والمادة 47 تدعو إلى توثيق السمعي البصاري للتدخلات الأمنية لفضل التجمعات العمومية والمادة 48 جهيز أماكن حرمان من الحرية بوسائل توثيق السمعي البصاري لتوثيق صريحة المس تجوبين من الذين الشرطة القضائية ووضعها رهنى إشارة القضاء والمادة 49 العمل على تعمين تغذية الأشخاص لموضوعين رهنى حراسة نظرية والمادة 50 دعم المؤسسات الأمنية بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة والمادة 51 تقوية أداء المؤسسة البرلمانية في مجال تقصي حول انتهاكة حقوق الإنسان مع إخطاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية وعرج الدستور المغريبي لسنة 2011 إلى إدماج الأمن ضمن السياسات العمومية ويروم صدر الدستور يشراك المواطن في صناعات القرار وخصص الفصلة بعوهم سين من الدستور لإحداث مجلس الأمن وسيكون المجلس الأعلى للأمن إطارا للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي ويروم الدستور المغربي سن سياسة الأمنية والإشراف على تنفيذها ومنذ وقتها بات موضوع الحكامة الأمنية مفكرا فيه إلا أنه يعمل الحكامة الأمنية يطرح بعض المشاكل نحو تقدم النص الدستوري على النصوص الأخرى إذ نجد نصوصا إذ نجد نصوصا أخرى متجاوزة متخلفة عن النص الدستوري وهناك إشكال يتصل بالعقيدة الأمنية للدولة وهدف الدولة من الأمن وهناك تحديات ومشاكل أخرى نحو العذب والجريمة المنظمة والإرهاب ربما سأقف عند هذا الحد أجدني قد قدمت ما يكفي ليس وضيح المفهوم ثاني ميرتنون تدغول وندغول اشتكش جمس إطنين أقنجاوزة اشتفاوتا نتوسنا دا ثمار دا تدوكنا اشتركوا في القناة